اتكلمنا قبل كده عن مجموعات الغدد اللمفاوية في الرقبة وقلنا ان في حوالي 200 غدة لمفاوية في منطقة الراس والرقبة وقلنا ان اهم اسباب تضخم الغدد اللمفاوية بشكل عام هو الالتهابات او الاورام السرطانية الاورام السرطانية بتبعت خلايا لمجموعات قريبة من الغدد اللمفاوية موجودة في المصار اللمفاوي للعضو دوت الفيديو ده مخصص لارشاد المرضى عن عملية استقصال الغدد اللمفاوية مفهومها وامتى بنلجأ ليها ويهي المضعفات والنتائج المترتبة عليها من حيث العودة للحياة الطبيعية للمريض او من حيث قرار العلاج التالي عملية استقصال الغدد اللمفاوية بالرقبة هي ازالة الغدد اللمفاوية المصابة او المتوقع انها تكون مصابة نتيجة الوجود ورم سرطاني في عضو قريب موجود في المصار اللي بيصب في الغدد اللمفاوية وده مفهوم عام بنستخدمه في كتير من الاورام السرطانية في الجسم زي اورام الثادي اورام القبلون اورام الرحم بنقدر من خلال الاجراء دوت ان احنا نتحكم في انتشار الخلايا السرطانية في موضع الورم ونقدر نقيم مرحلة المرض تقييم صحيح لاتخاذ القرار المناسب في العلاج في البداية كان قرار استقصال الغدد اللمفاوية على الجانب المصاب في الرقبة يعني استقصال جذري لكل المجموعات الموجودة في الرقبة comprehensive neck dissection بالاضافة لبعض مكونات الرقبة اللي ممكن تشمل اعضلات او اوعية دموية او اعصاب لكن مع تطور الاساليب المختلفة للتشخيص ومعرفتنا اكتر بطبائع انتشار الاورام والمحطات المحتملة للاصابة تغير فكر الاستقصال الجذري الى الاستقصال الانتقائي selective neck dissection لبعض المجموعات المحتمل او المؤكد اصابتها وبكده بنقلل من اثر الجراحة على المريض مع عدم تأثر معدلات الشفاء من المرض طيب ازاي بتتم عملية استقصال او ازالة الغدد الليمفاوية في الرقبة علشان نتخيل خطوات العملية ده مريض شاب عنده ورم في الفك على الجانب الايمن يستدعي الاستقصال وازالة الغدد الليمفاوية على ذات الجانب العملية بتجرى تحت تأثير المخدر الكلي بنبدأ غالبا باستقصال الغدد الليمفاوية بالرقبة يليه التعامل مع موضع الورم الاولي شكل الجرح بيحدده الجراح على حسب خطة الجراح وكتير بنراعي انه يكون على ثنيات جلد الرقبة بما يساعد في اختفاء اثر الجرح فيما بعد يقوم الجراح بازالة الغدد الليمفاوية المخطط ليها وازالة الغدد اللعبية اسفل الفك ويحافظ على الاعصاب والاوردة الرئيسية بنركب درنقة لتجميع السوائل من موضع الجرح بعد الجراح واللي غالبا بتزال بعد يومين او ثلاث يتم غلق الجرح ونبدأ نتعامل مع موضع الورم الاولي داخل الفن اللي بيتم استقصاله بحواف امان من جميع الجوانب وتعويض الفقد في الانسجة بالطريقة المناسبة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر